وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت استبق جولة المفاوضات بالحديث عن همية تقديم تنازلات مؤلمة لإتمام صفقة مصادر الحدث بدوره أكدت أن إصرار حزب الله على تزامن وقف النار بلبنان مع غزة أبرز العقبات أمام محادثة الدوحة وأضافت المصادر أن اجتماع الدوحة ناقش بالدرجة الأولى وقف النار في لبنان وأشارت لأن موفدا قطريا سيتوجه إلى بيروت خلال أيام ليستمع إلى شروط لبنان ونقلها للمعنيين لا يمكن تحقيق كل الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها فالقوة ليست جوهر كل شيء ولكي ندرك واجبنا الأخلاقية في إعادة رهائننا إلى ديارهم فسوف يتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة ترجمة نانسي قنقر